السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نحلوا ونشرحوا مع بعض دروس 80 الصفحة 95 و 96 لسنة الثالثة متوسط من الوحدة الثالثة نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يؤدفتكم وتستفادوا هنا قبل ما نبدأ وأن الهدف انتاعي من الفيديوهات انتاعي ماشي باش نمدلكم الحلول بطريقة سهلة إنما الهدف أنني نوصل لكم المعلومة ونشرح لكم المفردات باش تعرفوا الوحدة ولا الدرس على واش يدور اوكاي لأنه كاي اللي تباح في الدار مع والديه باش الوالدين أيضا يعرفوا ولادهم وش راهم يقروا تمنى إن شاء الله أنفيتكم يا ربي إذا نبدأوا على بركة الله بسم الله عدنا سبع مفردات يقابلوهم سبع شروحات نربطوا كل كلمة مع الشرح الذي يناسبوها بالاعتماد على قاموس الأكسفورد هنا بزاف اللي ما عندهمش قواميس إحنا رايحين نعاونوكم باش تفهموا ونمدوا لكم الحل وأكثرها كيما قلت لكم هو الفهم إذا نشوفوا معايا الحل تا هذا الجدول أو هذا الربط اللي راهوا أمامنا إذن الأولى أعطونا الحل an experience to experience well an experience هي الخبرة الخبرة هي the knowledge and skill that you gain after doing something a profession for a period of time the things that happen to you that influence the way you think and behave إذن التجربة أو الخبرة هنا الخبرة هي المعرفة والمهارة التي تكتسبها بعد قيامك بعمل ما أوكي لوقت محدد في حياتك ولا لوقت من حياتك إذن الخبرة experience هي الخبرة التي تكتسبها هي المعرفة والمهارة المكتسبة من خلال قيامك بعمل ما أوكي an experiment experiment هي التجربة هي اختبار علمي اختبار علمي نقوم بتجربة في حياتنا تجربة علمية نعيطولها an experiment هي scientific test that is done usually in laboratory هي التجربة هي امتحان علمي نقوم به عامة في المخبر to study what happens and to gain new knowledge باش نتدرسوا وش يصره ونكتسبوا معرفة جديدة a patent هي an official document which proves that the inventor is the only person who has the right to make to use or sell the invention or the invented product a patent هي براءة الاختراع هي وثيقة رسمية يحملها فقط المخترع اللي هو الشخص اللي يقدر يتحكم فيها ويستعملها يبيحها ولا يدير بها وش يحب هذك الاختراع ولا هذك المنتوج المخترع إذن a patent هي براءة الاختراع science اللي هو العلم knowledge about the natural and physical world based on facts which you can prove for example by experiments science هو العلم هو المعرفة اللي بيها نعرف كيفاش الحاجات علمياً وجسدياً العالم راه يدور راه يتمشى هو مبني على حقائق نقدر احنا نكتشفوها ونثبتوها من خلال التجارب إذن هذا هو العلم تكنولوجيا ذك عدنا technology اللي هي التكنولوجيا scientific knowledge used in practical ways to industry or to develop products in industry عفوان to develop products machinery or equipment التكنولوجيا هي معرفة علمية نستعملها باش نخدم في المجال الصناعي لتطوير الآلات لتطوير التجهيزات وغيرها من الماشينات أوكي نقدر نستعملها أيضاً لتطوير المنتجات to discover هنا to discover هو الاكتشاف be the first to find or observe a place substance or scientific phenomenon to discover هو الاكتشاف تكتشف حاجة جديدة بلاسة جديدة تشوفها أنت اللول to invent invention اللي هو الاختراع to invent معنى أنك تختارع create or design something that did not exist before هي أنك تختارع ولكن تتصمم حاجة ما كاش تكزيستين غير موجودة من قبل تولي البراءة الاختراع لك أنت إذن هذا هو الفرق عفواً ما بين discover لهو الاكتشاف what to invent لهو الاختراع هذا هو الفرق نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا ننتقلوا الآن إلى الصفحة الموالية مع حلول وفهم وشرح آخر إذن هنا عدنا مجموعة من الصور I look at each picture and ask questions using the correct form of the verbs بس عدنا discover اكتشف وإنفنت اخترع as in the example for example who discovered America من اكتشف أمريكا ما نقولوش من اخترع أمريكا who invented the telephone من اخترع الهاتف ما نقولوش من اكتشف الهاتف الفرق ما بين الاكتشف أنه تكون الحاجة موجودة فقط نحن نحوس عليها ونلقوها أما الاختراح في الحاجة ما كشكينا احنا نخترعوها إذن to invent اختراح to discover الاكتشاف إذن عدنا the x-rays هي الأشعة السينية penicillin اللي هو penicillin دو campus اللي هي البوصلة وcamera اللي هي آلة التصوير راح نطرح أسئلة ونجاوب عليهم باستعمال discover اكتشاف و invent الاختراح إذن الصورة الأولى who discovered x-rays who discovered x-rays الأشعة السينية كانت موجودة فقط اكتشفوها who discovered penicillin penicillin أيضا مكتشف who invented the compass البوصلة مخترعة وهو invented the camera الكاميرا أيضا مخترعة إذن هذا هو الفرق ما بين مكتشف والمخترع أوكي ننتقل الآن إلى التمرين الموالي I answer my partner's questions about what I was doing at the police station yesterday morning using the correct form of the verbs in my answers رايحين تجاوبوا على الأسئلة أنت صديقك روي سقصي فيك وش كنت تدير البارح في محطة الشرطة البارح صباح أنت رايح تجاوب عليه باستعمال عفوا باستعمال طريقة التصريف الصحيحة للأفعال في الإجابة أنت إذن هنا عدنا أسئلة وأجوبة نبدأ مباشرة في الجواب والشرح في نفس الوقت شوفوا معايا الآن الإجابة إذن هنا طريقة الطرح السؤال بها نعرف كيفاش نجاوبوا I was on my way to the dentists yesterday morning and I saw you standing in front of the police station what were you doing there قلوا البارح كنت رايح لطبيب الأسنان الصباح وشفتك واقف عند محطة الشرطة وش كنت تدير ثمك I was waiting for my father كنت أنتظر أبي I was waiting for my father was waiting why were you wearing a bandage on your hand عليك تدير bandage لهو الضمادة على يدك I had an accident صرت لي حادث سيارة what were you carrying in your hand وش كنت رافض في يدك I was carrying my mobile phone كنت رافض تليفوني who was talking to you وش كنت كان يهدر معك my friend was talking to me صديقي كان يتحدث إلي did the police help you did the police help you هل ساعدتك الشرطة yes they did نعم ساعدوني إذن شوفوا هنا طريقة طرح السؤال where you wearing a bandage من بعد شوفوا هنا قالوا عليه كنت لابس ضمادة قالوا لأنه حصل لي حادث what where you carrying where carrying I was carrying was carrying was talking okay I was talking I was waiting هنا was waiting عدنا auxiliary verb to be in the past to be in the past هو was مع المفرد where مع الجمع plus زائد الفعل plus ing زائد ing في آخر الفعل to be in the past plus the verb plus ing هذو نعيطولهم the past continuous الماضي المستمر الماضي المستمر the past continuous هنا راح نشرح لكم في فيديو وحده باش تعرفوا كيف نستعمله وطريقة الاستعمال انتعوا إذن هذا هو الحل ننتقلوا الآن إلى التمرين الموالي إذن I write the correct form of the verbs in brackets and combine the pairs of sentences using the connector while while اللي هو بينما I should pay attention to the order of closes عندكم أفعال بين قوسين راحين تصرفوهم ثم تربطوهم الجملتين A و B بعد ما تصرفوا الأفعال بالرابط اللي هو while اللي هو بينما عندنا ثلاثة جمل فيهم A and B راحين تربطوهم A مع B في الجملة الأولى A مع B في الجملة الثانية و I مع B في الجملة الثالثة تصرفوا الأفعال ثم تربطوهم باستعمال الرابط اللي هو while هنا ننتقلوا للحل أيضا مع الشرح بهم نطولوش في الفيديو هنا بالنسبة للقواعد دائما راح نديرها لكم في فيديو وحدها بش تقدروا تراجعوها بأرياحية إذن الخوارزمي was living in بغداد الخوارزمي was living in بغداد الخوارزمي كان يسكن في بغداد ولا كان يعيش في بغداد He was staying at the house of Widom He was staying at the house of Widom هنا Widom هي دار الحكمة دار الحكمة He was staying كان قاعد كان عايش في بغداد وقاعد في دار الحكمة While الخوارزمي was living in بغداد He was staying at the house of Widom While بينما الخوارزمي كان عايش في بغداد كان قاعد في بيت الحكمة While اللي هو بينما هكذا نستعملو الرابط While نستعملوه في ربط جملتين وهذا كل جملتين يكونوا الأفعال متوحهم متصرفين في Past Continuous To be in the past plus the verb plus ing هذه هي القاعدة انتع the past Continuous كيتلقى While أعرف بلي الفعل في past Continuous Number Two They were studying at the house of Widom During the reign of the Abbasid Caliph Haroon al-Rashid Many Muslim scholars were working كانوا يعملون on the translation of foreign scientific books into Arabic كانوا يعملون على ترجمة الكتب العلمية إلى اللغة العربية During the reign of the Abbasid Caliph Haroon al-Rashid Many Muslim scholars were working on the translation of foreign scientific books into Arabic While they were studying at the house of Widom تقدروا تديروا الجملة الأولى وبعد الثانية ولا تقدروا تديروا ثانية وبعد الأولى بيستعمل الرابط عن نفس المعنى مش رح تتبدل المهم تستعملوا While في الوسط بيش تربطوا بين الجملتين وتصرفوا الأفعال في Past Continuous أوكي والجملة الأخيرة They were studying No Under the Abbasid Caliph المأمون Many Muslim scientists were getting involved in astronomical research While الخوارز was trying to measure the circumference of the earth إذن هذا هو الحل والشرح نتمنى إن شاء الله يفيدكم والقواعد رح تكون في فيديو وحدها أترككم في رعاية الله وحفظه بقوا على خير وربي يوفقكم وينجحكم يا رب ترجمة نانسي قنقر